الملك حمد بن عيسى آل خليفة التقى جلالته خلال زيارة بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث أجرى جلالته مباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال